وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصنعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات لما لها من مردود بيئي إيجابي وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الأمنة للمواطنين جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع الواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الحفاظ على البيئة في إطار إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصنعية وأضف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصنعية المختلفة خاصة الرخام والجرانيت في المناطق الصنعية والحرفية العاملة في هذا القطاع كما تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي الراهن لإنشاء مصنع متكامل لإعادة تدوير مخلفات الصلبة والسائلة النتيجة عن المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان بطاقة 300 ألف طن يوميا وذلك بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها وكذلك تحقيق مردود اقتصادي تنموي يتمثل في إعادة تدوير تلك المخلفات في إنتاج العديد من المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشيبات وذلك بجودة عالمية وبمعايير بيئية قياسية